أعزائي المشاهدين مرحبا بكم لهذا الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ سوفيان بن ناصر الخبير في فكر السياسي الأمريكي خبير إدارة الأزمات والمخاطر أستاذ سوفيان كنا نتحدث قبل الفاصل عن هذه الدولة الإيمانية وتصف الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها دولة إيمانية نتقدم قليلا بعد العرض لفهمك المسألة هذه في علاقة الدين بالدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وحضور الرموز الدينية القوية ولكن لماذا يحسب في الفكر السياسي العربي مثلا أن الدولة في أمريكا أن القرار السياسي في أمريكا هو قرار في يد هذا التحالف المسيحي اليهودي إذا كان نحن نتحدث بالمنطق حتى الديني يعني القرار السياسي الأمريكي وخاصة في العشريات المتتالية هذه هو في يد تحالف سياسي مسيحي يهودي هذه نحب نصلحها كيف؟ شوف برهان أنا نقول لك القرار نعم ناتما وقت تدخل الكواليس وتفهم بالضبط هذه في يد الكريتين المسيحيين؟ المسيحيين أردوا بالك تغلط أردوا بالك تغلط كيف؟ لماذا؟ الدور اليهودي مربوط كان بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل قوة النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة؟ عندهم لوبي ماليا؟ عندهم لوبي نفسر لك فاشتاة تبناء اللوبي هذا ما معنى؟ خذ نفسره للناس اللوبي كيف يصير اللوبي؟ نعرف اللي في تونس كلمة اللوبي نعم كلمة معناها شيك مش باهمة يعني كأنها تهمة هما لا كل قطاع عنده الحق من حقه لكن الديفيرانس بين تونس وغادي اللي غادي معناها فهمة شفافية كاملة اللي أنت تمشي تدافع على حق القطاع متاعك وتبدأ تسجل في الجوفرنمون فديرال مع وزارة العدل وتقول أنا بش نعمل له بي القطاع معين يعني هي عبارة عن تجمع ناس تضغط لخدمة مصالحها نعم هذا نفس الهدم خدمة مصالحها عليش أخذ فهمة كمبيتيسيون كبيرة ياسر بين القطاعات الكل وبين خمسين ولاية وبين خمسين وقداهم من يكون اللوبييات في العادة؟ جاليات أجناس مثلا مثلا أهل دين قطاعات مثلا صناعة سيارات عندك قطاع الاقتصادي الاقتصادي صناعة لسحة لهم لوبي سيارات نعم بطبيعة عندك إسلاح عندك الأسلحة عندك السيارات عندك فارماسوتيك من أقوى اللوبييات ووال سريت لوبي سيارات الأدوية المالية بالطبيعة لوبي البورسة لوبي البورسة ولوبي مثلا التعليم تعلق الأسلحة من أكبر البنسيون معناها عند البنسيون تعلق الناس المتقعدة في التعليم معناها عندك الصحة ما مش هيغريب كيف تشتغل اللوبييات؟ اللوبييات يعني تدعم مرشحين في حكام الولايات ويتنافسوا على أفكارهم مع المترشحين من البلدية للمعتمدية للولاية للشنف ديهات إذن هذه بلد لوبييات؟ يعني من لا يملك لوبي واللوبي عادة ليست قصة الضغط بالأفكار يا ضغط بالأموال؟ لا ثم الضغط بالأفكار يأتي مثلا للوبييات الدينية يأتي مثلا لوبييات دول دول عندها لوبييات قوية هل أسموح به في الولايات المتحدة؟ بالطبيعة تسجل تسجل في وزارة العدل الأمريكية تأخذ بطين ده وتقول أنا لوبيي لخدمة مصالح الإمارات العربية والتحدة أو قطر أو الهندوراس في أمريكا كريمان أنا نحب وتشتغل بحرية وتشتغل بحرية ونعطيك أنا أمريك نعرف وقتا حبيت نكون هذا المجلس التونسي الأمريكي جيت نشوف في الشامبر دي كوميرس أمريكان شفت الفرق هما عندهم شلوتيكا وعندهم دي شامبر دي كوميرس عندهم بيت واحد بيت التجاري الأمريكي يتلمدوا فيه القطاعات الكل هكا والله نلقى لأردن ومصر والمغرب في وسط شامبر دي كوميرس أمريكان وقت لتونس مثلا ما عندهاش يعني اللوبي اليهودي الإسرائيلي طب يعني هو لوبي ديني أو لوبي في نهاية لمرد الدفاع على المصالح دولة اسمها دولة دولة إسرائيل ثم لماذا يعني يملك هذه القوة من النفوذ أنه أصبح خابت في السياسة الأمريكية والتأثير عليها في أنها تكون دوما منحازة الفئة إسرائيل كيفاش عمله كيفاش عمله وقت اللي جاءوا الولايات المتحدة هاجروا الولايات المتحدة اليهود طب انتي مثلا جي تلقى للورتودوكس سيغيان تع سوريا المسيحيين الأورتودوكس لا لا اليهود أورتودوكس آه يهود ولا تلقى لسفردك اللي هم توانسة وزيرية ومغاربة ولا تلقى الأخرين أشكناز الجيين من روسيا كي يهبطوا الولايات المتحدة طب شا عملوا يمشيوا للربي والربي وزحهم على الولايات نقص دار يخذك دار ماكش متزوج يزوجك تشد خدمة يقريك وبعد شا عمل يبلاسيك استراتيجيكمان في الجمهورية الأمريكية ثاني حاجة يلزم تفهم بعد بعد ما يكونوا كالكوميتة ذيك متاحهم في كل بلاد في كل ولاية يدخلوك القطاعات معناها سانسيبل مثلا خذاو هاليوود اللي هي أكبر مكينة معناها متاع تسويق الفكر الأمريكي هي هاليوود ثاني حاجة دخلوا فيها هي الفنانس ما معنى خذاو ما معنى خذاو هاليوود تروا أولادهم يعني هاليوود مسيطر عليها من طرف بطبيعة خلقوا برهان وورنر سيد جويف معناها برهان برهان خذاوهم ومولوهم برهان بشي فهموا اللعبة فهموا بشي دخلوا للصيكي متاع العالم دخلوا برهان كاميرامان المغنين في الموسيقى تي سينفني لغان 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 تروا سينفني سينفني لكن انفستو فيها ركزو علىها فكو هاليوود فكوها يعرفوها على خاطر هذيك أكبر مكينة تسويق الفكر الامريكي هي تروا هاليوود تاني حاجة وين الفينانس الفينانس كل هذي كاميسار وكام دي 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 وينفستي مع العباد كل برهان رد بالك ما رد بالك ينفستي معايا ومعاك وغيرك وغيرك رأس الحكاية هي الفلوس هذا غاب عن الغاب عن تضامنات أخرى عن التضامن مثلا الإيطالي في الولايات المتحدة عن التضامن خليلي العربي ملحبش لحكيها لي على خاطر شي الوعد رغم أنه حضوره كان أيضا يعني فيه نفس الوقت تقريبا الهجرة بدأت من قرن 19 يعني من الشرق الوسط من كذلك نحو الولايات المتحدة الامريكية لماذا نجح اليهود في أن شكله لوبي قوي فيما فشل الاخرين اندمجوا في المجتمع وتزوجوا من المجتمع وسكنوا في الأرياف والمعتمديات والولايات وشدوا المال والطب وهاليوود وقتي ركزوا على هذه ولا لو أنت كنت تتفرش في فيلم أمريكي ما شفتش أشك فات شوف ياماك أو يعني قوله كلمة بيدش حتى اللانجاج تخل 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 في الثقافة الأمريكية وبعد ركزوا على التحالف مع المسيحية المسيحيين لليهود كريشتيان فور جوز ركزوا على على التفكير معناها الإلهي القديم رجعوا للتاريخ هذاك ووقع التحالف به إسرائيل إسرائيل ستان كوته ستخاتيجيك للبوزيزيان المهمة على الولايات المتحدة في شرق الأوسط هاني نحط لك أنا إسرائيل بعد معناها هما فهموا إسرائيل ظلموا اليهود معناها بعد أشويتس والحرب العالمية اللي وقع اللي عملته معناها هذا اللي حزني أنا شوي اللي العرب والمسلمين ما عملوا شي لليهود شونهم ما عملوا شي سي سي الكريتين كتلر هو هو اللي حطم اليهود نعم شا عملت لا أخي عملوا شي فهمت هذا الدسكور هذا ما نجحناش بش نوصلوه في الولايات المتحدة بعد التحالف الكبير في الدرجة هذي يعني في الولايات المتحدة في الدرجة هذي فما قصور في فهم قضية الشرق الأوسط وهنا نحب نفتح معاك قصة علاقتنا نحنا كعرب بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الكل يعني فما قصور يعني قصة المواطن المواطن الأمريكي في نهاية الأمر هو اللي ينتخب السياسي الأمريكي يعني يساذج لهذه الدرجة دخلوا دعنيا ما ما كانوش دخلين في السياسة دخلوا في السياسة دخلوا في السياسة اشكول اش تقصد اليهود اللي دخلوا في السياسة تلقى دي سيناتور تلقى دي جيوج تلقى دي كونغرسمان تلقى دي جوفرنور في السياسة كانوا بعد على السياسة تو الدخلوا في السياسة اندمجوا في المجتمع غير اللي وقع مثلا ويعاونوا بعضهم برهان يعاونوا بعضهم خليني من قصة وانت تقول لي اسرائيل والدعم الامريكي الاسرائيل هي قصة تموقع امريكي في منطقة شرق الوسط من خلال اسرائيل ومبني على شنية يعني ليست قضية عقائدية تهم هذا التحالف المسيحي اليهودي المؤثر يعني في العقيدة السياسية الامريكية من كيسنجر حتى كيسنجر ما هو هي اللي جوية معناها شوف هي الخريطة تعملت مع كيسنجر وتأثيره وهكا ولا وهاري ترومن هو الرئيس وقتها اللي قبل الدولة الاسرائيلية هي الاساسوين اللي وقتي كونوا الفكرة هذه واندمجوا في المجتمع ولات قضية امريكية فهمتش نقصد رد بالك روفاما دي غفا غفاوميست معناها جوية في امريكان ما هومش مثلا متطرفين متفتحين فهمتش الدولة الاسرائيلية حاجة لكن الدولة اليهودية حاجة اخرى ماذا تقصد ما فرق طوى بنجمان يتناهو يحكي على الدولة اليهودية ما تجمش تكون دولة ديمقراطية وقت تكون دولة يهودية هو لكن هو هو يحظى بدعم الدمقراطية الاولى في العالم اللي هي الدمقراطية الامريكية يعني ترامب طارح الان هذا مشروع صفقة القرن اساسه الاول بنده الاول الاحتراف بيهودية دولة اسرائيل ما تشروع هذا غالط غالط وما هوش بشي يتعد متنجمش تعمل توافق بين طرفين وطرف ما هوش موجود خلينا من الاسسانسيال اللي نحكي طريقة العمل اللي كونوا بها اللوبي وفاش ندمجوا في المجتمع والليه قضية امريكية ما الذي منعنا كعرب ان نكون ما الذي منعنا خاصة به ممكن ضيعنا بعض اللحظات اللحظات الاولى يعني دول لم تتشكل بعد ولكن الآن بهذا الثقل المالي بوجود يعني يعني الآف العالم العربي ولا فهم فهم كبير لقصة اللوبيات او بش نجي والتأثير في القرار السياسي الامريكي في القرن هذا مثلا نحكي لك أنا شعوب اخرى جات وكونت اللوبيات قوية لزازياتيك لشنوا تجي في كل بلاد تعملك شاينتاون دخلوا في السايكي الهنود دخلوا جاوا بالتكنولوجيا سيرتوا وقت يبعثوا لزانجينيور وبناءوا علاقات كبيرة اللي اليوم تمشي تول هيدراباد في الهند ولا بنجلور ولا غيرها طالقا كان الشركات الامريكية الساسنشنية باريكزامل علاش الهند باريكزامل اخي زعمى الهندوي مخه خير من مخ الانجينيور التونسي لا ختكلم اللغة الانجليزية ويندمج في المجتمع ما يجيش ما يجيش بالنقص متاعه ويجي بمشاكله ويذهل للولايات المتحدة يجي ويقول لك أنا سأتبنى الفكر الامريكي ونولي تابع الفكر الدولة الامريكية سأندمج الدول العربية جي حبيت أن نقول لك حاجة بها دواء في التاريخ في التاريخ يجب تفهمها رأوا الدم الالماني هو هم أكثر ناس موجودين في الولايات المتحدة معناها في التسلسل للعائلات موش كيم العباد تتصور هم الانجليز الالمان الدول العربية يعني من الدماء المؤسس دماء المؤسس صحيح هم الالمان ويبدو أن الرئيس ترامب المان أم واب سكاتش والمان ألماني معناها البو وجاء معناها مهاجر كل الناس كله وختم مع روحه وبدأ يبني ورجع للمانيا وتزوج مرته وجاء بها وقعد في نيويورك بقى في بروكلين وكوينز وبدأ يبني في الديار وبعد ابنها معناها ثروان تعالوا ألوغ معناها الحلم الأمريكي عاش الحلم الأمريكي لكلها عاشوا الحلم الأمريكي ألوغ الكلام اللي نقول فيه اللي العربة عليش ما تلمدوش توقي تهبط الواشنطن ما تلقاش فهم مع علاقة ما فهماش أنلوبي ما فهماش شرطوهما ما همش فهمين لأمريكيين الفرق بين عربي ومسلم ما همش فهمين اللي العرب والكل ما همش مسلمين والمسلمين الكل ما همش عرب غريبة ما همش فهمين الفرق هذا موقعش توحد بين الدول العربية ويقول لك والدول العربية فما فرق كبير راه بين دول العربية برهان احنا قاعدين نعيشوا في حلم ويلزم روي فوه بندونية فكرة القومية هذه حكاية فارغة لماذا؟ شنية اللي لمدنا نحن والسعوديين التوانسة مثلا منعرف على الأقل تاريخ مشترك لغة ديانة وعناصر مهمة مقاومات مهمة ثم أيضا القدرة أن يكون لدينا حضور وقوة أنت تقول لي هذا ما الذي يجمعنا تأتي من الفترز الدافع على وحدة قادرة أنها تشكل بالفعل ضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية السعودية ما تعطيش باسبور لتونسي ولا تزيري ولا مغربي والولايات المتحدة تعطيك باسبور أفهم أنت الولايات المتحدة تهبط بحد شيء لا يسهلك لا مني نجيت لاش نية فكك لا وبلهجة وكسان وكذا وتوصل وتولي بيدي جي وتولي ببغمية لمولتي مليونار ولا بيلي اغداف وقت يتمشي السعودية ما يقبلكش مزلنا ما قبلناش بعضنا ما عليش تمشي للسعودية في تونس ما تاخد الجنسية اليوم تبرشد الصف عشر سوع بشخص باسبور ويشكك فيك لا لا يعني من المواطنين من المغرب العربي أصعب شيء أنك تاخد جنسية أصعب الجنسيات هي الجنسية التونسية أنت نفهمها علاش خلنرجع لماذا هذه الالتباسات في العلاقة لماذا العلاقة بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقة ملتبسة إشكالية يعني علامة مشكوك فيها باش ما نقولش مكروها الولايات المتحدة الأمريكية عند العرب شكوك عند شكور عند اللي لا لا الأمريكي المكروهة قضية فلسطين قضية كذلك وإحد الأعرب في الشوارع طبقة سياسية نخب إذا كان فما ديما أعلم تحترق العالم الأمريكي ماذا يحصل حسبايك أنا لا أتصور إماراتي يكره الوقت المتحد غالط أنت والسعودي والقطري والدول الغنية الخليج العربي أصدقاء الولايات المتحدة يقرأوا في هارفرد يقرأوا في كولومبيا يقرأوا في برنسطن اندمجوا حتى هما فهموا اللعبة فهموا اللعبة للاعبة فلوس لعبة مشاريع لعبة انفستيسمن لعبة فهموها رأوا لكونسيي يعني نحن لم نفهم مغرب العربي لم نفهم في تونس لم نفهم لا هونو ملك المغرب فهمها خير منا رد بالك عمل باز ميليتر عنده علاقات أخرى مع الولايات المتحدة لماذا لدى الشعوب فهم مشكلة مع أمريكا لماذا انت وشعوب على خاطر فهم الابرانس فهم البروباغاندا ربما حتى سريلت عن فهم البروباغاندا خاطر ما تحبش دول العربية تصادق الولايات المتحدة اللي هو أكبر مارشيت كونسومسيون اللي هي أكبر دولة في الإبداع اللي هي أكبر دولة في المبادرة الخاصة اللي هي أكبر دولة تقبل مليون مهاجر في العام برهان أفهم إذا نهار نحبه نربحه اللعبة هذه ونعطيه فكرة جديدة لرواحنا يلزمنا نهربه على الفكرة القومية العربية ما هيش ما هي بيش جيب حد شيء يا برهان عنده الأمريكاني مازال يشوف عربي يحسب فيه تيروريست هذه هيش في خمم راه وقلي أكبر تيروريست هو هتلا فمتني ما عرفناش كيفاش نسوقه ما عرفناش كيفاش نتوحده ما عرفناش كيفاش نتفهمه في بعضنا عندنا عندنا يعني حسب الحل هو أن نسلم كل المفاتيح لتحقق الوجودي والحضاري لنا للأمريكان لا نحن نجمو نركبه على الحداث توا جات بيت الأبيض الجديدة تعجبني يا سيد تفكيرها إدارة معادية لا لا معادية لحد شيء كيف بيزنس أنا نحب غوليسيون بيلاترال معادش يمن بالمولتي لاترال هكتشوف حتى علاقته مع الدول الأوروبية ما هيش بوزيتيف علاش على خاطر نحن دولة صغيرة من الجموش نحارب وخمسين دولة ولا سوق في خمسين دولة نحب نبني علاقات مع أكبر مرشية كونسوماتيون يعني ترامب الآن بش نفس القصة البيلاترال يعني ترامب الآن ما عادش يمن بالعلاقات هذه علاقة مع السوق أوروبية موحدة بريطانيا مع بريطانيا ألمانيا مع ألمانيا كل واحدة لحدة كيف في الخليج تقريبا يفرق علاقته مع السعودية شيء مع قطر شيء نحن في هذا الكل نحن في هذا الكل يلزمنا نضربه على اسمنا ونسى لحكاية الأخرى حكاية فارغة أنا نرجع لك الدولة تونسية يلزمها تبني علاقاتها قوية وتعرفش كون الباب اللي يحل الولايات المتحدة نعم وين القرار الصحيح للشؤون الخارجية في الخليج داخل في إنجليتيرا اللي ما يفهمش العلاقة بين أمريكا البيت الأبي وإنجليتيرا ما فهم حتى شيء في السياسة الخارجية كيفش؟ ماذا تقصد؟ القرار السياسي بالنسبة للمحاور الكبرى اللي تقع في الخليج وشمال أفريقيا عنها ديستانس خدنا احنا شوزرنا شوية فرنسيز فهمني؟ راي تقع في إنجليتيرا إنجليتيرا الحليف الصحيح للولايات المتحدة هي المخبر الأمريكي المتقدم آه لو لا صدقني في الشيء هذا نحن ولكن ما حظنا طوال أنا نحب مرة أقول أتكلم معك تنسيا مرة أتكلم معك عربيا يعني في أن يكون موطة قدم أنا أريد أن أتكلم وساعة الفت انتباهي قصت أنك متفائل بإدارة ترامب رغم أن هذه الإدارة بالنسبة للعرب ستمثل نكسة مثل ما هو موجود الآن نفهمها كيف؟ نفهم الرجل هذا يمن بالفلوس يمن بالبيزنس أنا مخي في البيزنس ما هو هذا أكبر مغشي تنسي لماذا لا يوجد اتفاقية حرة بيني وبيني وبيني والمتحدة ما هو الشيء دنيا؟ لماذا نصباح للليل مسكر أبوابي على أوروبا وفرنسا وتوى دخلين في حرب على أفريقيا التي هي ستن موفي مغشي بالنسبة لها أنا عندي سلعتي وعندي أولادي لماذا لا ندخلوش في هجرة نظيفة مع الولايات المتحدة لماذا لا ندخلوش اللغة الأنجليزية اللي هي لغة العلم ولغة المال ولغة التكنولوجيا لماذا لا نبدأ علاقات معناها مع الشركات كما ميكروسوفت وأوروكل وي بيام وجوجل لماذا لا ننش لسنتر لترانسومات تكنولوجيا في الدول العربية ولا في الدول الأفريقية ماذا لماذا؟ مربوطة بيدينة هي القدرة مربوطة بيدينة ما عرفنا نقدمه ما عرفنا نقدمه برنامج ورؤية نحنا مزلنا عايشين الفكرة الكبيرة يمنو حتى على المستوى العسكري يحبوا كي تمشيلوا تقولوا لا تقلووش عطييني وصبات قلووو اجعمالي معمل متاع ونفرم باش نبيع عنا لليزي ونفرم في تونس ونبيع للعالم قلووونا نحب نصنع السلاح شنين موقفنا باش نعمل سلاح في تونس ونبيعوه وين العيد في الشيء هذا عنا طاقة البشرية عنا عنا للي نصنع على الأوروبا عنا ملتخوصان كيلومتر دوكاد عنا علش حشمين باش نمشي نعمل ندخل في شانج لبغ مع الولادة المتحدة وإذا ندخل ندخل مع انجليتير كيف كيف وعندك الكندا تبنياتهم تبني عشرة مرات البيعو بي متاع تونس في مدة خمس سنوات مشكلتنا هي كيفاش نسوق ومشنية باش نسوق وشنية نحن لليوم حشمين منقولوش اللي الأمريكية هي معناها صاحبنا لول هي صاحبنا لول علش نحشمو علش عشمين خطر عنده علاقة مع إسرائيل بالضبط ماذا مدخلني هذا عائق هذا عائق ثقافي مهم أه برهاني عايش خوي كان في موخك انتي برهان شوفتوه في موخك الملايين من التوانس أسأل أي تونسي الآن في الشارع قضية فلسطينية قضية القرن قضية فلسطينية جيلي وجيلك هكذا والله نعم قضية إنسانية هكذا والله نعم لكن المشكلة الفلسطينية هي في الفلسطينيين والله يزمنا نفكروا هكذا وأنا بطبيعة ما نش موافق على الدسكور اللي عملوا دانو ترامب غالب طالعنا جمهوري محافظ أنا إنسان محافظ وانتي تعرف هذا نعم لكن ما نش موافق على الفكر هذا ما فهم حتى حل فلسطين وإسرائيل إلا ما يكونوا زوز دول دولة الأولى والثانية مستقلة كما قال جون كاري تذكر وزير الخارجية السابق قال دسكور مهم ياسر نرجع له هذيك هذيك ثوابت الصحيحة بالنسبة لإسرائيل وفلسطين لكن ما نربطش ما صار جمهورية التونسية ما صار فلسطين يا بوريان يا عايش خوية ناقصين فلوس اليوم يلزمنا علاقات أخرى يلزم نفهم اللي اللغة الأنجليزية هي يلزمها تكون اللغة الثانية في تونس في عوض الفرنسية يلزمنا نفهم ويلزمنا نستقبل الشركات التكنولوجيا يلزمنا نفهم ويلزم ندخل في موضوع هجرة نظيفة مع الولد المرأة لماذا الهنود يبعثوا تيران عندها 400 ألف واحد ماذا تقصد الهجرة نظيفة ماذا تقصد ندخل ونعملوا عقل بيني وبين الشركات الأمريكية قد يحب من انجينيور قد يحب من طبيب قد يحب من بياب قد يحب من دهان ناقصة يدعم لتعرف فهي صفر بتالة أمريكا اليوم فهي صفر تيمان 3.5% تحت شيء ذيك ذيك الناس تختار بالضبط يعني 5 مليون عاطل على العمل في 300 يتلقل بين الخدم c'est rien du tout 160 مليون population active فهمتني لكن احنا يلزمنا نخرجوا مع العقدة هذه أنا نقول لك الحل الوحيد ضد دول العربية تزير تبني علاقتها مع أمريكا وحدها وانجليتيرا وحد أنا نمشي نضرب على بلادي من أنت تعرف الفكر الأمريكي والقرار السياسي مبني على فكرة اللي هو يقول لك دون لانتي غاي ناسيونال لزيتاجوني أنا نحب نقول زادا نخدم دون لانتي غاي ناسيونال متاع الجمهورية التونسية هذاك هو الو بوين دو دي باغ متاعي يلزمني ندخل في علاقة صحيحة وإذا وول ستريت المقر المالي الكبير في العالم اللي فيه معناها اكوتي ماركت معناها فيه فان دو تخليون دو دولار ولا أكثر هو يأثر على لندرا اللي هو المقر الثاني وعلى سنجابور وعلى دبي إذا هو محلولك الباب تتحلم على فهمي والبونك مونديال وكل شي ما عنا حتى علاقة عنا سفر دولار من واو ستريت يا برهين يلزمها تونس تبني رؤية جديدة وعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة الوقت لقول الولايات المتحدة نقول كندا قول انجليتيرا رود بيلك واستراليا هذه الأسواق المهمة سيد سوفيان بن ناصر طبعا الوقت يدهمنا كنا نتمنى أكثر أن نتوغل في تفاصيل لكن على الأقل المادة الأخيرة مادة مهمة حتى لنظل مجدفين في عالم أفكار لنفهم يعني التاريخ الفكر السياسي الأمريكي على الأقل بالنسبة لنا كاتوانسة حاولنا أن نفتح أفق على هذه العلاقات الممكنة ووعي الطبقة السياسية في البلد سوفيان بن ناصر شكرا جزيلا على الحضور في برنامج للتاريخ عزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة برنامج للتاريخ هذا برهام بسايس كامل فريق البرنامج يحيونكم وإلى اللقاء